موسيقى يعطيكم العافية سابع بتمنى أنكم تكونوا بأتم الصحة والعافية اليوم أنا وإياكم رح نفوت في الرزم الرابعة تحديدا في مجال من مجالات العلوم المختلفة تحديدا رح يكون حديثي معاكم بخص الأحياء مادة الأحياء اللي كتير قريبة من جسمنا وخلينا نتخيل أنا وإياكم يا سابع أنه نحن الآن موجودين بالغرفة الصفية وطلعتنا فجأة سحلية سحلية أحد الزواحف اللي أنا بعرف أنه أنتو بتخافوا منها كتير أكيد رح تكون ردة الفعل يا سابع لإلكم أنه قسم منكم رح يصرخ وبجوز قسم منكم رح يهرب حقيقة وجود السحلية هو مؤثر وردة فعلكم استجابتكم وقت حدا هرب اللي هو رد الفعل الحركي أو السلوكي من خلال الصراخ هذا كل ياته يا سابع نتاج جهازنا لليوم اللي هو الجهاز العصبي إذن درسنا لليوم رح يكون عن الجهاز العصبي الآن أنا وإياكم رح نحكي أهداف درس اليوم أهداف درسنا يا سابع بداية نعمل وصف لتركيب الخلية العصبية أو اللي نحن منسميها يا سابع العصبون أيضا رح نوضح تركيب الجهاز العصبي ورح نبين وظائف أقسام الجهاز العصبي تمام وبداية نسأل سؤال ما أهمية العصبونات وجب يا سابع أنه نحكي أنه العصبون يا سابع هو نفسه الخلية العصبية إذن معنى العصبون هو الخلية العصبية وهي يا سابع وحدة التركيب والوظيفة في جهازنا العصبي يعني هي الأساس اللي موجود في جهازنا العصبي السؤال الآن بيحكي ما أهمية العصبونات العصبونات وظيفتها إنها بدها تنقل المعلومات الحسية من مستقبلات الإحساس بجسمنا اللي هي أعضاء الإحساس إلى الدماغ والحبل الشوكي اللي رح نسميهم في درسنا اليوم الجهاز العصبي المركزي وهناك بالدماغ وبالحبل الشوكي رح تتم معالجة هذه المعلومات لحتى أنه يتم إعطاء أوامر أو استجابة اللي برضو بتم نقلها عبر العصبونات إذن أهمية العصبونات إنه بدنا ننقل الأحاسيس اللي بتتم في الجسم من خلال المتغيرات الخارجية أو المتغيرات الداخلية اللي بتتم في الجسم أو خارج الجسم وبتم نقلها عبر هاي العصبونات إلى دماغنا وحبلنا الشوكي هناك بتم معالجتها وبعبر هاي العصبونات بتم إرجاع أوامر إلى أعضاء الاستجابة في الجسم مثل العضلات والغداد اللي موجودة في جسمنا هاي هي أهمية العصبونات كبداية لدرسنا الآن يا سابع خلينا نحكي إنه خلايان العصبية أو العصبونات في جسمنا فعليا بتتشابه في التركيب إلا إنها بتختلف في الوظيفة مش بس كمان بالوظيفة حتى بأطوالها كمان الخلايا العصبية بتختلف فبنلاقي خلايا عصبية أقل من سنتيمترات وممكن إنها تكون أطول من متر حسب هي وين موقعها وشو بتكون وظيفتها لكن فعليا ممكن إننا نجد عصبونات منسميها عصبونات حسية حسب الشكل اللي الآن طرحينا في رزمتنا يا سابع في عنا عصبونات بنسميها العصبونات الحسية اللي هي هيها موجودة هون وفي عنا عصبونات بنسميها العصبونات الحركية اللي بتكون فعليا بدها توصل الاستجابات من جهازنا العصب المركزي إلى أعضاء الاستجابة ولكن من خلال الشكل بننتبه إنه سواء عصبونات حسية أو حركية فتركيبها تقريبا بيشبه بعض يعني فعليا التركيب بنلاحظ إنه بيحتوي على تفرعات يا سابع هاي بنسميها التفرعات الشجرية الآن رح نرجع نركز عليها بشكل لحالها بنلاحظ وجود محور بنسميه المحور الاستواني بنلاحظ وجود ما يعرف بجسم الخلية العصبية وإذا بنحكي عن عصبو حسي يا سابع فنحن بنحكي إنه رح يتم نقل الأحاسيس من أعضاء الحس فمثلا طرحنا مثال هون بالشكل اللي هو الجلد أحد أعضاء الأحساس اللي موجودة بجسمنا أما إذا بنحكي عن عصبو حركي فبنلاحظ أيضا يا سابع وجود اللي هي الزوائد الشجرية اللي هي مثل تفرعات الشجرة بنلاحظ وجود جسم الخلية هيته هذا هو اللي فياته النوا بنلاحظ أيضا وجود محور استواني ولكن هون بيكون متصل يا سابع بعدو الاستجابة اللي هو هون طرحنا إياه العضلة في عنا نعتالت من الخلايا العصبية بنسميها الخلايا العصبية الموصلة موصلة هي تصل بين العصبونات الحسية والعصبونات الحركية هاي رح تكون بداية تحكينا فيها أو يحكينا في رزمتنا فيها إنه الخلايا العصبية تتشابه في تركيبها صح لكن وظيفتها حقيقة بتختلف الآن يا سابع هذا الكلام بفوتنا إنه طب شو هو تركيب الخلية العصبية أو شو هو تركيب العصبون اللي هو الوحدة الأساسية اللي موجودة في جهازنا العصبي منا ننتبه للشكل الشكل بوضحنا إنه الخلية العصبية حقيقة تتألف من أجزاء أساسية هذا الجزء اللي انتو شايفينه أمامكم منسميه الزوائد الشجرية أو التفرعات الشجرية بتكون كتير بتشبه تفرعات الأشجار بتكون حقيقة قصيرة والسبب في إنها بتكون كتير إنها بتستقبل أكبر كم من المعلومات وبدنا نمررها باتجاه جسم الخلية كل ياتكم بتذكرين يا سابع موضوع الخلية والخلية إنها بتحتوي على العديد من العضيات في داخلها وأهم عضية بتكون موجودة في داخلها اللي هي عضية النوع فالخلية العصبية زي أي خلية في جسمنا موجود فيها العضيات وموجود فيها الأنوية الآن الخلية العصبية بدها تستقبل المعلومات من خلال هاي التفرعات الكثيرة الشجيرية والهدف إنها تستقبل أكبر كم من المعلومات الآن هذا بنسميه نحن جسم الخلية أما الجزء اللي نحن شايفينه تقريبا ثابت بالقطر وحجمه تقريبا ثابت هذا بنسميه سابع المحور الأسطواني واللي حطنا إياه كبداية إنه في هاي الخلية العصبية يتألف من خلايا منسميها خلايا شفان واللي بتكون في بينها عقد بنسميها عقد رام فيا بكل الأحوال هذا هو شكل الخلية العصبية الآن يا سابع نرجع بنكرر و بنحكي لكم إنه الخلية هي وحدة البناء والوظيفة يعني جهازنا العصبية تألف من الخلية العصبية اللي هي العصبون وبالتالي يتألف حكينا من أنواع في بداية شرحنا حكينا إنه في عنا خلايا عصبية حسية واتفقنا إنها تنقل المعلومات الحسية من مراكز الإحساس في الجسم إلى دماغنا وحبلنا الشوكي في عنا عصبونات حركية وحكينا إنه في عنا عصبونات موصلة هاي بتكون الهدف من وجودها يا سابع إنها تكون توصل بين العصبونات الحسية والحركية الآن يا سابع بدنا نفوت أنا وياكم نحكي عن الجهاز العصبي هذا الجهاز العظيم جدا اللي فعليا خلينا أنا وياكم نشبه يا سابع بوزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم يا سابع هي الإش الأساسي وفعليا بيتبع لإلها العديد من المديريات وكل مديرية بيكون فياتها موظفين وعاملين وهاي المديريات كمان بيتبعها المدارس اللي فيها أنتو كطلاب وأيضا نحن كمعلمين نفس التقسيم يا سابع موجود بجهازنا العصبي في عنا جهاز العصبي هذا اللي هو العنوان الكبير اللي بيندرج تحتي يا سابع فعليا الجهاز العصبي المركزي اللي هو هذا الأساس اللي بدنا نبلش فيه وهذا جهاز العصبي المركزي الذي يتألف يا سابع من الدماغ ومن الحبل الشوكي اللي هن الأساس في جهازنا العصبي أيضا في عنا الجهاز العصبي الطرفي اللي حقيقة بيكون حلقة الوصل ما بين جهازنا العصبي المركزي وما بين جسمنا كامل جهازنا العصبي الطرفي بيتألف من نوعين من الأعصاب رح نشرح عنهم بدرس اليوم الأعصاب الدماغية والأعصاب الشوكية والعصب حقيقة يتألف من العديد من الحزم العصبية المحاطة بأنسجة ضمه هذا الكلام كمان رح نتطرق له إن شاء الله في درس اليوم ولكن يا سابع قبل كل ذلك بدنا نعرض لكم هذا الفيديو هذا الفيديو يا سابع ببين لكم فعليا تركيب الدماغ خلينا أنا وياكم يا سابع ننتبه كتير منيح لتشريح هذا الفيديو اللي بيوضح تركيب الدماغ في جسم الخروف وهذا نشاط مطروح في كتابنا يا سابع أول حاجة بتلفت نظرنا وجود العديد من الانثناءات في هذا الدماغ هاي الانثناءات يا سابع بنسميها التلافيف ووجودها لم يكن عبثيا هاي التلافيف الهدف منها زيادة مساحة السطح لحتى إنه يتم أداء العديد من الوظائف في الدماغ إذن أول حاجة بتلفت نظر الطالب هي وجود التلافيف كمان في شغلة تانية بتلفت نظرنا يا سابع إنه دماغنا مقسوم إلى نصفي كرتين مخيتين يعني فعليا بنشعر كأنه مقسوم من الوسط حقيقة هو صح مقسوم إلى نصفي كرتين ولكن في بينهم اتصال من خلال ألياف عصبية طويلة بنطلق عليها اسم الجسر الجاسع تمام؟ هذا اللي بتوضح الآن أمامكم في الفيديو هاي نصف الكرة المخية وهاي نصف الكرة المخية والألياف اللي بتكون في الوسط هاي بتكون بتربط بين هدول النصفين وبيكون الهدف منها اللي هي الوصل بينهم وهو يسمى الجسر الجاسع عما اللي أمامكم الآن يا سابع فهذا جزء مهم كتير موجود في دماغنا منسميه المخيخ وهذا اللي بيكون مسؤول يا سابع عن اتزان الجسم ومنلاحظ من خلال التشريح أنه بيبين لأنه مثل شكل الشجرة وفعلا هو اسمه شجرة الحياة لأنه بيبين لأنه مثل شكل الشجرة تمام؟ أيضا من الأجزاء اللي مطروحة إلنا بالفيديو هذا يا سابع اللي هو جزء الدماغ اللي هو الجزء هذا اللي لونه أبيض اللي أنتوا شايفينه أمامكم جزء الدماغ هذا حقيقة يا سابع بيكون أهميته بأنه بيحتوي على العديد من الأجزاء والمناطق مثل الدماغ المتوسط والقنطرة والنخاع المستطيل والنخاع المستطيل هذا يا سابع بيكون واصل مع الحبل الشوكي في قناة العمود الفقري هذا اللي هو الجزء الثاني من أجزاء الجهاز العصبي المركزي هذا الجهاز يا سابع لا شك أنه رب العالمين أوجد له سبل لحمايته وأنا وقت أجي أحكي دماغ أو حبل شوكي أكيد فيه له العديد من وسائل الحماية يعني أنا بس أجي أحكي يا سابع دماغ دماغنا موجود جوه الجمجمة اللي هي موجودة في الرأس يعني فيه شعر وفيه جلد وفيه عندنا كمان إشي بنسميه أغشية السحايا وهذا اللي مطروح أمامكم الآن بالشكل يا سابع منلاحظ أنه دول بنسميهم أغشية السحايا هو بالصف السابع يعني خلنا نحكي لكم عنهم هيك حكي بسيط ولكن ب11 علمي رح نحكي عنهم بشكل مفصل يا سابع أغشية السحايا اللي هي تضم أم نسميها الأم الجافية وهي بتكون أقرب للجمجمة أيضا الأم الحنون اللي هي ماسكة بدماغنا وفي الوسط بتكون في عندنا الغشاء العنكبوتي هدول أغشية السحايا حطهم رب العالمين في داء على دماغنا لحتى أنه يتم حمايته أيضا موجودين في منطقة الحبل الشوكي إذن كيف حمل الله دماغنا من خلال الشعر من خلال الجلد من خلال أغشية السحايا اللي طرقنا لهم الآن ومن خلال سائل بنسميه السائل المخي الشوكي تمام هذا فيما يخص وسائل الحماية للدماغ الآن يا سابع هذا الكلام كل ياتوا بفوتنا طب هو دماغنا إيش هنن أقسامه إذن مما يتكون دماغنا خلنا نتفرج أنا وياكم على هذا الشكل المهم جدا اللي بوضحنا أقسام الدماغ اللي لونه أصفر يا سابع اللي هو الجزء الأكبر هذا بنسميه سابع المخ أما اللي بيجي ثاني أكبر جزء في دماغنا اللي لونه هون ووصفنا إياه أو حطنا إياه باللون الأخضر هذا بنسميه المخيخ اللي اتفقت أنا وياكم قبل شوي إنه اسمه شجرة الحياة كان بالفيديو إذن الجزء الأكبر من دماغنا اسمه المخ ثاني أكبر جزء اسمه المخيخ هلأ تحت المخ مباشرة منلاحظ إنه فيه عندنا هون الدماغ البيني طبعا هو بيجي تحت المخ وهذا بتكون أهميته إنه بديو مرر المعلومات للمخ لحتى إنه يتم معالجتها وهو يضم منطقتين المنطقة الأولى بنسميها المهاد والمنطقة الثانية اسمها تحت المهاد المهاد لحتى زي ما حكيت لكم نمرر المعلومات إلى المخ لحتى يتم معالجتها وتحت المهاد لحتى إنه نحافظ على اتزان الجسم الآن هذا دماغ بيني اسمه دماغ بيني لإنه يا سابع موجود بين المخ وبين جرع الدماغ عشان هيك إجا اسمه دماغ بيني جرع الدماغ اللي بيين أمامنا بالفيديو يا سابع كان لونه أبيض بيتألف من منطقة القنطرة والنخاع المستطيل وأيضا منطقة الدماغ المتوسط ومنطقة النخاع المستطيل هاي اللي بتكون ماسكة مع الحبل الشوكي هذا فيما يخص بداية الرسم هاي اللي طرحها برزمتنا يا سابع الآن أنا وياكم مننا نبلش نشرح فيهم جزء جزء وأول جزء بهمنا يا سابع هو المخ خلينا أنا وياكم نحكي لكان لونه أصفر هذا هذا المخ أكبر جزء من أجزاء الدماغ وحقيقة اتفقنا من خلال الفيديو إنه عبارة عن نصفي كرتين مخيتين وبينهم حكينا ألياف عصبية هاي الألياف سميناها الجسر الجاسع فيه نقطة مهمة وطرحنا إياها بالشكل هون يا سابع بيحكي في هاي النقطة إنه في عنا في مخنا ما يعرف به تصالب المعلومات أو تصالب الأداء إيش يعني هذا الكلام؟ يعني إنه نصف الكرة المخية الأيمن بيتحكم بالجزء اليسار من جسمنا ونصف الكرة المخية الأيسر بيتحكم بالجزء اليمين من جسمنا يعني أنا إذا بحكي عن نصف الكرة المخية الأيمن فأنا عم بتحكم بالأذن اليسرى هذا معنى كلمة تصالب المعلومات تمام طب إيش هي وظائف المخ يا سابع وظائف المخ إنه بده يستقبل المعلومات الحسية تمام حتى يتم معالجتها وإعطاء الاستجابة أيضا تنظيم حركة العضلات الإرادية من خلال إعطاء أوامر الاستجابة ومهم جدا نعرف إنه في داخل المخ بتتم القيام بالعمليات العقلية المختلفة طب إيش يعني عمليات عقلية يعني التفكير يعني الإبداع يعني العواطف كل هاي الأشياء موجودة في داخل المخ وحيحطينا هون مثلا مركز تحليل الحيز المكاني والزماني التفكير الرياضي كل هاي الأمور بنعتبرها اللي هي العمليات العقلية المختلفة في داخل المخ الآن أنا وإياكم الجزء الثاني اللي حكينا عنه بالرسمة اللي سمنا الدماغ البيني واتفقنا إنه جاي بين المخ وما بين جذع دماغ حكينا بيتألف من منطقة المهاد وتحت المهاد والجزء الثالث يمبين كمان بالرسمة معانا يا سابع اللي هو جذع دماغ اللي يتألف من القنترة والنخاع المستطيل اللي ماسك اتفقنا مع الحبل الشوكي الآن نسأل سؤال سألنا ما مما يتكون جذع دماغ حقيقة هو عبارة عن كتلة مخية تتألف من الدماغ المتوسط هاي هي المنطقة أيضا منطقة القنترة ومنطقة النخاع المستطيل وهذا الكلام بيثير فينا تساؤل يا سابع إنه طب إيش هي أهمية هذا جذع الدماغ ما هي وظائفهم وظائف جذع دماغ إنه بدين قل المعلومات الحسية من أعضاء الحس المختلفة للدماغ هنلاحظ يا سابع إنه أغلب الجهاز العصبي وظائفه هي هي بس نحن عم نحكي عن جهاز متكامل بدنا ننقل الأحاسيس من مناطق الإحساس بالجسم للدماغنا لحتى إنه يتم إعطاء الاستجابة وأيضا بالمقابل رح يتم نقل الأوامر من الدماغ إلى أعضاء الاستجابة اللي اتفقنا أبرز الأمثلة عليها اللي هي العضلات والغدد أيضا من وظائف جذع دماغ يا سابع السيطرة على الأفعال اللا إرادية وأنا بس أحكي أفعال لا إرادية فأنا عم بقصد مثل مثلا تحريك العين تحريك الرأس بالحركات المفاجئة المضغ البلع هاي كلياتها أفعال لا إرادية المسؤول عنها حقيقة يا سابع هو جذع الدماغ الآن في الفيديو حكيت لكم إنه في جزء اسمه شجرة الحياة شو هو هذا الجزء اللي بنسميه نحن شجرة الحياة يا سابع شجرة الحياة هو المخيخ تمام؟ وهو ثاني أكبر أجزاء الدماغ وظيفته استقبال المعلومات الحسية والتنسيق فيما بينها هذا الجزء في دماغنا بيكون المسؤول عن مراقبة حركات الجسم والمحافظة على اتزانها وإذا تعرض لأي تلف هذا الجزء فنحن معرضين العديد من المشاكل في التوازن الآن يا سابع بدنا نحكي عن الجزء الثاني من أجزاء الجهاز العصبي المركزي حكينا عن الجزء الأول اللي هو الدماغ بأقسامه اللي هي المخ والمخيخ وجذع الدماغ والدماغ البيني الجزء الثاني من أجزاء جهازنا العصبي المركزي اللي هو الأساسي الحبل الشوكي الحبل الشوكي يا سابع موجود فعليا هو حكينا يتصل بمنطقة النخاع المستطيل اللي موجودة في جذع الدماغ ويمتد في المنطقة الظهرية حقيقة هو محمي بعمودنا الفقري يعني فعليا هو موجود جوه القناة الفقرية ما وظائف الحبل الشوكي استقبال الأحاسيس أيضا من الجسم وإرسالها إلى الدماغ وأيضا إعطاء الأوامر من الدماغ لحتى أنه يتم إعطاء الاستجابة إلى أعضاء الاستجابة أيضا من وظائف الحبل الشوكي أنه أحيانا يا سابع بيعطي استجابة مباشرة دون الرجوع للدماغ وقت مثلا نتعرض لمؤثر شديد مثل مثلا نوخز الإبرة ما بيلزم أني أرجع أعطي هذا المعلومة للدماغ مباشرة بيعطي حبلنا الشوكي أمر لحتى أنه يتم الاستجابة الآن الجزء الثاني من جهاز العصبي الآن أنا وياكم يا سابع خلصنا جهاز العصبي المركزي بدنا نحكي عن الجهاز العصبي الطرفي اللي اتفقنا من بداية حصتنا يا سابع إنه هو اللي واصل ما بين جهازنا العصبي المركزي وما بين الجسم وهذا يضمن عين من الأعصاب أعصاب بنسميها الأعصاب الدماغية وهدول بشكل يا سابع 12 زوج إذن خلينا نتبه أنه وياكم الجهاز العصبي الطرفي الأعصاب الدماغية اللي هنه 12 زوج حقيقة هدول 12 زوج كوني عم بحكي يا سابع عن أعصاب دماغية أنا عم بحكي عن منطقة الرأس والعنق معدل عصب رقم 10 هذا بنسميه العصب الحائر بيكون فايت بالأحشاء وبالبطن أما النوع الثاني من الأعصاب فبنسميها الأعصاب الشوكية وهي بتشكل يا سابع 31 زوج من هاي الأعصاب الآن يا سابع بدو يشرح لنا شوي عن هاي الأعصاب الشوكية أعصاب شوكية إذن هي متصلة بالحبل الشوكي اللي اتفقنا وين موجود؟ موجود بالعمود الفقري في صف 12 علمي أنا وياكم يا سابع رح نحكي عن الفقرات وأسماء الفقرات اللي موجودة بالعمود الفقري رح نحكي إن الفقرات بالعمود الفقري في عنا فقرات عنقية في عنا فقرات صدرية وقتنية وعجزية وعصعصية فعليا نسمى الأعصاب على اسم هدول الفقرات يعني في عنا أعصاب بنسميها الأعصاب العنقية وفقا لا الفقرات اللي موجودة بينها هاي الأعصاب وفي عنا الأعصاب الصدرية وفي عنا الأعصاب القطنية والأعصاب العجزية هاي هي بنسميها إحنا الأعصاب الشوكية الآن يا سابع كونه عم يحتي عن الأعصاب فبالضرورة أنه يشرح لنا إيش هو العصب العصب يا سابع حقيقة هو عبارة عن مجموعة من الألياف العصبية على شكل حزم رسمينا إياها هذا هو العصب أمامكم خلينا نتخيل أنه عبارة عن رزمة أقلام وعن نطلع رزمة رزمة الآن العصب هو عبارة عن حزم عصبية كل حزمة محاطة بنسيج ضام كل حزمة محاطة بنسيج ضام هذه الألياف العصبية يا سابع مقسومة إلى قسمين في عنا ألياف عصبية حسية وفي عنا ألياف عصبية حركية وكوني عم بحكي حسية مجددا عم منكرر يا سابع أنه بدها تكون وظيفتها نقل الإحساسات من أعضاء الحس إلى الجهاز العصبي المركز اللي شرحناه قبل شوي اللي هو الدماغ والحبل الشوكي أما الألياف العصبية الحركية فبتكون مهمتها نقل أوامر الجهاز العصبي إلى أعضاء الاستجابة مثل العضلات والغداد إذن الشكل اللي أمامنا بوضح تركيب العصب اللي يتألف من حزم عصبية محاطة بأنسيج ضام الآن خلينا نسألكم هذا السؤال ماذا يحدث يا سابع إذا ضرب الشخص على مؤخرة رأسه بشدة من خلال الشكل اللي ترحناه في بداية العرض انتبهتوا أنه بمؤخرة الرأس في عنا ثاني أكبر أجزاء دماغ اللي هو يا سابع المخيخ فإذا حدا ينضرب على الرأسه بشدة من المؤخرة معناها رح تختل وظائف المخيخ إذن هذا الشخص رح يصير في عنده فقد للتوازن ممكن أنه يندب وممكن حقيقة إذا كانت الضربة كتير قوية أنه يدخل بغيبوبه الآن خلينا نجاوب أنا وياكم يا سابع هذا السؤال تمعني الشكل المجاور وأجب عن الأسئلة التالية إلى أي الأجهزة ينتمي جزء أربعة؟ طبعا هذا هو يا سابع الجزء أربعة فعليا نحن نتحدث عن الجهاز العصبي إذن هو بينتمي للجهاز العصبي ما رقم الجزء الذي يحتوي على مراكز السمع والتذوق؟ الجزء المسؤول عن مراكز السمع والتذوق هو الجزء واحد نحن نحكي عن هذا الجزء ما الأرقام التي تمثل الأجزاء الموجودة على سطحها تلافيف؟ أذكركم يا سابع معنى تلافيف اللي هي الإنثناءات اللي اتفقنا أهميتها زيادة مساحة السطح أكيد هذه موجودة في الجزء رقم واحد اللي هو المخ فعليا وفي الجزء رقم ثلاثة اللي هو المخيخ ما رقم الجزء الممتد في قناة العمود الفقري؟ أكيد نحن نحن نحكي عن الحبل الشوكي والجزء اللي نتحدث عنه اللي هو الجزء رقم دين الآن ما اسم الجزء الذي يربط الرقم خمسة بالرقم اتنين لاحظ بداية الأصبع مع الرقم اتنين هي الأعصاب فنحن عم نتحدث عن ما يعرف به العصب هاي إجابة السؤال قبل ما أعطيكم المهمة نحكي إنه كان درسنا اليوم يا سابع درس كتير مهم تحدثنا فيه عن جهاز أهمية عظيمة في جسمنا وضع في جسمنا لحتى نحافظ على الاتزان دائما ونضل دائما بحالة استقرار حكينا عن بداية الوحدة الأساسية في هذا الجهاز اللي سميناها العصبون وتعرفنا على تركيب العصبون أو الخلية العصبية بعد هيك أنا وياكم حكينا عن أقسام الجهاز العصبي اللي هي جهاز العصبي المركزي بأجزاؤه اللي هي الدماغ والحبل الشوكي حكينا أنا وياكم كمان يا سابع عن أقسام الدماغ المخ المخيخ جرع دماغ والدماغ البيني حكينا عن وظائف الحبل الشوكي وبعد ذلك أنا وياكم انتقلنا لجهاز العصبي الترفي تحدثنا عن الأعصاب الدماغية والأعصاب الشوكية وفي النهاية حلينا بعض الأسئلة اللي طرحها برزمتنا بيتبقى بيني وبينكم يا سابع إننا نحل هذه المهمة المهمة اللي مطلوبة منكم إنكم تصمموا نموذج خلية عصبية اللي درستوها اليوم تستعينوا بأدوات من خامات البيئة يعني مثلا تجيبوا خيوط تجيبوا صوف تجيبوا معجون وتعملوا شكل الزوائد الشجرية من هاي خيوط الصوف تعملوا شكل جسم الخلية تعملوا المحور الاستواني مثلا من أسلاك بدنا إياكم يا سابع تبدعوا هذا الموقف يا سابع بإمكانكم إنكم تحضروا من خلال الرابط أو الكود اللي موجود أسفل الشاشة بنشوفكم في جهاز جديد المرة الجاي يعطيكم العافية ترجمة نانسي قنقر